السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة درين كروشي. آآ كيف حالكم يا بنات? جالي طلب آآ على التليجرام من اخت ان هي حابة ننعم لها مفرش. آآ يعني ربنا الجزاخر على كلامها الحلو ربنا نكرمها. ويا رب يكون الشرح واضح بتاع المفرش ده طلبته مني. طبعا ما قدرتش اكمله لان للاسف المساحة التغزينية بتاعة التليفون آآ يعني خلصت معي وفضل شوية صغيرين ويكمل بازن الله. لكن انا نزل الفيديو ده وهنزله و يعني مش اخليه عام لغاية لما اكمل الفيديو المفرش بازن الله. ده شكله حتى الان بغرزة الاناناسا هو. وان شاء الله يبقى اخليكو برضو الصورة النهائية دي هي صورة الفيديو لما خلص. انا استخدمت. آآ واستخدمت ابرة رقم اتنين. غالبا هيكون ربع شلة تقريبا او اكتر في المفرش من. طبعا عايزين حجم المفرش اكبر هيكون حجم الخيط اكبر وحجم ومقاس الابرة اكبر. ممكن تستخدموا خيط آآ او آآ كوتون كولد او في بنات في مصر بيستخدموا خيط الصياد انا ما جربتهوش. فان شاء الله تنتظروني في الفيديو اللي جاي او انتو هتشوفوا الاتنين مع بعض بازن الله. واتمنى يعجبكم الشغل. واشوفكم بخير. يلا نبدأ بازن الله. هنبدأ بكيفية قراءة الباترون. عندنا هنا ده النص بتاع المفرش. اللي هي الدايرة المفتوحة دي. الدايرة المفتوحة دي عبارة عن او الدايرة السحرية. يعني احنا في المفرش ده هنبدأ بدايرة سحرية. عندي الدواير السغنانة دي طالعة فوقيها دي. اللي هي اتلاقوا العلامة جاتة عليها الوقتي. دي هتبقى عبارة عن اربع سلاسل. اربع سلاسل دي بتساوي عمود بلفتين. تمام? يعني كل دايرة من دي معناها سلسلة. يعني دي سلاسل ارتفاع. العمود اللي جنبها كده عليه شرطتين ميلين. طرم عمود واقف كده عليه شرطتين ميلين. يبقى ده عمود بلفتين. طيب العمود بلفة واحدة. بيكون عمود زي اللي فوق خالص كده ده. وعليه شرطة واحدة ميلة. النص عمود زي اللي هو شايفين الدايرة اللي مكتوب فيها سبعة دي. طالع منها نص عمود في الاخر كده. عليه عمود زي حرف T بالانجليزي. يبقى ده عبارة عن نص عمود. طيب نرجع تاني لبداية المفرش بتاعنا. يبقى احنا قلنا الدايرة اللي في النص دي دايرة سحرية. الدوائر الصغرانة دي سلاسة الاتفاع. واللي جنبها ده عمود بلفتين. اللي عليه شرطتين. طيب ايه الخط ومكتوب تحته اتنين ده? ده عبارة عن سلسلتين. يعني انا هرتفع بين كل اتنين عمود بلفتين. هعمل سلسلتين. انا ده كده الدور الاولاني عندي ده كده. الدور الاولاني فيه مكتوب اتنين 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 ده. ده الدور الاولاني. يبقى انا بعمل اتنين عمود بلفتين سلسلتين. اتنين عمود بلفتين سلسلتين لغاية لما بوصل للنهاية. طبعا بنقفل بمنزرقة في النهاية. عندي دايرة زغنانة يفوق. يبقى دي هنرتفع بسلسلة. هنيجي العلامة السودة اللي جنبها دي. شايفين طالعة منها عاملة زي هلب كده ماسك في العمود بلفتين اللي عندي ده. طيب ايه العلامة الهلب دي? ده عبارة عن حشو هيكون حشو في الحلقة الخلفية. هنعمل الحشو بس الحشو هيكون في الحلقة الخلفية بس. تمام? عندي تاني زي رقم اتنين تحت ده عندي خط فوق مكتوب تلاتة. يبقى دي تلات سلاسل. تمام? وهنيجي بعديها في الاتنين السود دولت. يعني اتنين حشو في الحلقة الخلفية برضو. بنفضع ماشينا غايتنا هات الدور. بنرتفع الدور الجديد. الدور الجديد هنرتفع عندي دايرة هي. يعني دي سلسلة. السلسلة دي اكوال تو او بتساوي ايه حشو. سلسلة دي بتساوي واحد حشو. وبعد كده عندي اتنين اسود جنبها. يعني اتنين حشو. وبعد كده الخط اللي فوق ده معلش صغر التاني. الخط اللي فوق ده المكتوب تحتيه اربعتاشر يعني اربعتاشر سلسلة. نشتغل لغاية الجزء دوت. وبعد كده ارجع اقرار لكم البترون تاني ونكمل بازن الله. هنبدأ نعمل الدايرة السحرية. عاملة زي ما نوها قالت لي. هي بتلفها اتنين. وكده ارجع كده. عشان تبقى مسكة في بعض اكتر. شفتين يا بعملها ازي اصلا. وده ما نلف عشان البداية نلف واحدة نلف اتنين. كده. كده. ماشي. همسك. انا بستخدم ابرو رقم اتنين. تمام? كده. التفع سلسلة. اتنين تلاتة اربعة. تمام? هخبص الخيط ده طلعه. كده اربعة السلاسل. اعمل واحدة زيادة عشان في واحدة كده لما بطلع. بعد كده. عمود بلفتين. بحبش الدائرة السحرية اصلا. بعد كده ارتفع اتنين سلسلة. تمام? بعد كده اعمل اتنين عمود بلفتين. اده واحد. اتنين. بعد كده تاني واحد. المفروض بقى اجماليهم عندي تمانية. ارتفع اتنين سلسلة. بركاء اعمل اتنين عمود بلفتين. واحد اتنين. ارتفع سلسلتين. ده واحد اتنين تلاتة. كده رقم اربعة. هعمل اتنين عمود بلفتين. واحد. اتنين. ارتفع اتنين سلسلة. واحد ده تكرار الخامس. ده اول عمود بلفتين. تاني عمود بلفتين. ارتفع سلسلتين. وعمل سادس تكرار. اتنين عمود بلفتين. واحد. اتنين. ارتفع سلسلتين. ده سادس تكرار. اده اول عمود بلفتين. ارتفع سلسلتين. واحد اتنين. واخر تكرار تايمين تكرار اتنين عمود بلفتين. وارتفع سلسلتين. بعد ما خلصناهم كده هنيجي عند اده الخط القصير ده. هنسيق هنشده. واحنا ما نشده هلاقيه بيشد الخط ده. هراح مسك الخط ده اشده. عشان عندي دايرة تانية جوة عايز اقفلها. اقفلها الاول بده. كده اقفلها كويس. بعدها ارجع تاني للخيط القصير ده اشده. نجحت معايا اخيرا ما بحبهاش اصلا. الحمد لله. اهي. برضو سبحان الله نصيحة نوها ان دايرة اللي هي دايرة السحرية بلفتين افضل فعلا بتقفل احسن هاي. دلوقتي هدخل عند السلسلة رقم تلاتة. آآ رقم استنى. قد كده ودعمت بلفتين. او سلسلة رقم اربعة. سلسلة الرابعة من الاربع سلاسل الارتفاع. ادخل اعمل منزلقة. تمام? وبعد كده ارتفع سلسلة. السلسلة دي بتساوي اول حشو في الدور. تمام? اول حشو في الدور. هدخل على العمود بلفتين اللي جنبها. واعمل في حشو. هدخل في الغرزة اللي جاية اللي هي العمود بلفتين ده. في رأس العمود اسيب الحلقة الاونية ادخل في الحلقة التانية اعمل منزلقة. ارتفاع تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة. تمام? ادخل في ده العمود بلفتين اللي جاي واللي بعده اعمل في كل واحد فيهم حشو في الحلقة الخلفية. يبقى انا بتخطى السلسلتين مش هشتغل فيهم. هشتغل في العواميد بلفتين بس في الحلقة الخلفية. ارتفع واحد اتنين تلاتة. واجي عند العمود بلفتين اللي جاي. اهو. ادخل في رأس العمود في الحلقة الخلفية. اعمل حشو. العمود اللي بقى كده بمزرقه معلش. اعمل حشو مش مزرقه. ادخل اصحب الخيط هجاء اصحب من الحلقتين. اللي جاي ادخل اعمل فيها حشو. هجاء ارتفع واحد اتنين تلاتة. اجي عندي سلسلتين دول ما نشدعو بيهم اتخطاهم. العمود بلفتين اللي جاي ده في رأسه ادخل اعمل في الحلقة الخلفية حشو. واحد اللي جنبه اعمل حشو في الحلقة الخلفية. اتفع واحد اتنين تلات سلاسة. العمود بلفتين اللي جاي اعمل حشو. العمود بلفتين اللي بعده. اعمل حشو. ارتفع تلات سلاسة. هنكرر لغاية نهاية الدور في العمود بلفتين. اعمل حشو في الحلقة الخلفية في كل عمود بلفتين وبينهم تلات سلاسة اللي وارجع لكم في الاخر. عشان نشوف نقفلها ازاي. كده وصلت للنهاية هدخل اعمل منزرقة في السلسلة الاولينية ارتفعت بيها في الدور ده. بعد ما عملت المنزلقة هرتفع سلسلة. تمام وهو اعمل حشو في نفس المكان. نفس المكان اجتفعت منه اعمل واحدة حشو. تمام اروح للغرزة اللي جاية. هشتغل في الحشو. اعمل حشو. انا الحشو كنت عمليه في حلقة خلفية. ده اللي هدخل فيه. اعمل حشو. بسم الله. خط رفيع بصول ابرز والنمى. دوني زواني وارجع لكم. دخلت في الحشو هون. اسحب الخيط. واعمل حشو. هروح على اول ثلاث سلاسل عندي دول. هدخل فيها اعمل حشو. وبعد كده هرتفع اربعة واشر سلسلة. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. حداشر. اتناشر. تلاتاشر. اربعة عشرة. خلصنا اربعتاشر سلسلة. هاجل نفس التلات سلاسل من الدور اللي فات دولت. ادخل اعمل حشو. بعد كده الحشو اللي كان في الحلقة الخلفية ده. ادخل اعمل فيه حشو. اخد ادخل جوه الحشو نفسه ما ادخلش جوه. بسو. هنا ربصنا نلاقي ان فيه سلاسل واسعة كده. دي اللي هي الحلقة الخلفية بتاع الدور اللي قبل اللي فات. الحشو فوقه. بدخل تحتين. ما نشدعه بالسلاسل دي ما ادخلش فيها. بعد اروح عند الحشو اشايفين كده. دي الفتحة بتاعت الدور اللي قبل اللي فات. ودي الفتحة بتاعت الحشوة هنا. السغنانة لفوق دي. الفتحة السغنانة لفوق دي هي اللي هدخل فيها. صحي يا جوه. ادخل اعمل حشو. بالتلات سلاسل ادخل اعمل واحد حشو. بعد كده ارتفع اربعة عشر سلسلة تاني واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. عدو عشر اتناشر تلاتة اربعة عشر. بعد كده ادخل في نفس التلات سلاسل تاني اعمل حشو. وبعدين اكرر تاني الحشو اللي فيه اللي كان في الحلقة الخلفية اهو. ادخل اعمل فيه حشو. واحد. حشو اللي جانبه اعمل فيه حشو. بعد كده تلات سلاسل ادخل اعمل حشو. ارتفع اربعة عشر سلسلة. وادخل اعمل حشو في التلات سلاسل تاني. بقية حشو في السلسل في الاتنين حشو. بعد كده حشو في التلات. جملت ان هي بنفس نظام لغاية اخر آآ واحدة اللي عملت واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع آآ فتحات باربعتاشر سلسلة. فيه اخر واحدة اللي هي رقم تمانية هعمل سبع سلاسل. بعد ما عملت سبع سلاسل هلف الخيط على الابرة خمس من رأة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. تمام? وارح رايحة في التلات سلاسل دولت. وادخل واسحب الخيط. بعد كده اصحب الخيط من حلقتين. اسحب الخيط من حلقتين. اسحب الخيط من حلقتين. اسحب الخيط من حلقتين. اسحب الخيط من حلقتين. بعد كده اصحب من اخر حلقتين. ليه بقى اعملت كده? عشان في الطب كده في السلاسل من فوق وابدأ اشتغل من فوق هنا. تمام? هنرجع عليه البترون المرسوم اوريكم العمود بخمس لفات دولت لان انا نسيت اوريه لكم. ونرجع نشوف الادوار اللي بعديها فيها ايه? هرجع اولا هوريكم العمود بخمس لفات. شايفين? احنا عندنا هنا اربعتاشر اربعتاشر. كل السلاسل دي اربعتاشر معادة دي مكتوب فيها سبعة. سبعة دي اللي همت سبع سلاسل اللي في الجنب اليمين. ناحية الشمال كده هتلاقوا فيه خط طويل وفيه شرط ميلة. هنعد الشرط دي مع بعض. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. يعني عمود بخمس لفات. عمود بخمس لفات. تمام? ده كده اللي احنا وقفنا عنده في الشغل حتى الان. دلوقتي الدور الجاي. الدور الجاي هنعمل ايه? عندنا بعد العمود بخمس لفات ده واتفراس وفوق. في دواير واحنا اتفقنا الدواير دي سلاسل ارتفاع. واحد اتنين تلاتة. يبقى هنرتفع الدور الجاي تلت سلاسل ونعمل تلت سلاسل دولت بمقام ايه? عمود بلف. تمام? جنب التلت سلاسل دول هتلاقوا خط طويل وعليه شرطة ميلة. يبقى اتفقنا الشرطة الواحدة الميلة ده يعني عمود بلفة. يبقى ده واحد اتنين تلاتة اربعة عمود بلفة. واللي جنبهم شكل حرف تي ده اتفقنا ان هو نص عمود. يبقى خمسة عمود بلفة. وبعد كده نص عمود. واحد اتنين تقيد اربعة. اربعة ونص عمود. عشان اكتبهم بس. وبعد كده هنعمل عندنا نقطة هي واحد اتنين تلاتة اربعة لها النقط الصودة دي اللي تخينا. دي حشو. شايفين انتم عاملين اربعة حشو في العمود بخمس لفات. وبعد كده رايحين على الاربعتاشر سلسلة مباشرة. بنتخطى اي حاجة تحت. وبنعمل في الاربعتاشر سلسلة دولة. اربعة حشو زي ما هو باين عندنا هون. كده. وبعد كده عندنا نص عمود. وبعد كده نبدأ بقى نعمل عمود بلفة. ده واحد اتنين تلاتة اربعة فين مع اش عدة تاني واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. اتنين اربعة ستة تمانية تسعة نص عمود. يعني ايه تسعة عمود بلفة. يبقى انا عندي واحد نص عمود. تسعة عمود بلفة. وبعد كده نص عمود. تمام? بعد كده نص عمود. وبعد كده هنبدأ نعمل تاني حشو على الاربعتاشر سلسلة. نعمل واحد اتنين تلاتة اربعة حشو. ونروح مباشرة الاربعة شر سلسلة اللي جنبها نعمل اربعة حشو. نص عمود تسعة عمود بلفة. وبعد كده نص عمود اربعة حشو. هنفضل ماشيين لغاية النهاية. لغاية نهاية الدور. هنرجع للجزء اللي احنا ارتفعنا فيه تلات سلاسل ده. هنقفل بمنزلقة. وبعد كده هنرتفع واحد اتنين تلات سلاسل بقيمة عمود بلفة. ونرتفع كمان سلسلة اللي هتبقى بين الفراغ بين عمود بلفة ده. والعمود بلفة اللي بعده. العمود بلفة اللي بعده ده بقى هنشتغله فين? هنشتغله على مش في راس العمود السابق لا على جسم العمود اللي اللي هو ايه? بتسموه بالعربي ايه? اه بسم الله. اللي هو العمود بتقوله انت عمود بلفة امامي وعمود بلفة خالفي تقريبا. اللي هو هنا هيبقى باك بوست دابل كروشيه. اللي هو عمود بلفة خالفي. تمام? نشتغل عمود بلفة خالفي على العمود بلفة من السطر اللي فات. نرتفع سلسلة. وباك ايه عمود بلفة خالفي على عمود بلفة من السطر اللي فات. نرتفع سلسلة. نشتغل كده لغاية اخر عمود بلفة. هنيجي. اخر عمود بلفة اخر عمود خالفي. اخر واحد ده مش هنعمل بينه بين اللي هيبقى عند الاربعة شرس سلسلة ده. مش هنعمل بينهم سلاسل. تمام? وهنتخطى النص عمود ايه اربع حشو. اربع حشو. اربع حشو ونص عمود دول مش هنشتغل فيهم نهي. يعني احنا كده هيبقى عندنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عمود بلفة خالفي. تسع عمود بلفة خالفي. حوالين التسع عمود بلفة من السطر الفات. وهيكون بينهم سلسلة بين كل واحدة والتانية. هنشتغل السطر ده. وبعدها نرجع للسطر اللي بعده بازن الله. هنبدأ. نشتفع زي ما اتفقنا بتلات سلاسل. واحد اتنين تلاتة. دي بمقام عمود بلفة. بعد كده هنعمل اربعة عمود بلفة. واحد. نفس السلاسل او ده اللي هو العمود بخمس لفات ده هنعمل في الجوة. هده واحد اتنين تلاتة اربعة عمود بلفة. بعدك هنعمل نص عمود. بعد كده اه اربعة حشو. واحد. اتنين تلاتة اربعة. بعد كزا ما اتفقنا هننتقل مباشرة للاربعة سلسلة اللي جايين. عشان ده هيدعمهم وخليهم واقفين كويس. نروح له على طول نعمل اربعة حشو. واحد. اتنين. تلاتة. بعد كده تسعة عمود بلفة. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سلاة. تمانية. تسعة. كده تسعة عمود بلفة. بعد كده نص عمود. بعد كده اربعة حشو. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة حشو شدت السلاسل. اربعة. بسم الله. تمام. دل شكل كده. شايفين كده. مباشرة للاربعتشر سلسلة اللي جايين. اعمل اربعة حشو. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة حشو شدت السلاسل اللي جايين. اربعة حشو شدت السلاسل اللي جايين. بعد كده تسعة عمود بلفة. سبعة. تمانية. تسعة. بعد كده نعمل نص عمود. اربعة حشو. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. ونبدأ نكرر تاني لغاية النهاية. نرجع في النهاية نشوف. نكملوهم ونرجع ونشوف هنقفل زي. نكملوا لغاية اخر اربعة شر سلسلة. دي نعملوا فيها اربعة حشو. نص عمود. بعد كده نرجع نشوف هنعمل ايه. خلصت اعملت هنا. في اخر سبعة سلاسل. اربعة حشو. نص عمود. طبعا هنا كان العمود بخمس لفات. هرجع اعمل اربعة عمود بلف. واحد. اتنين. تلاتة. ربعة. وهقفل بمنزلقة في السلسلة التالتة من الثلاث سلاسل اللي كنت مرتفعة بها. هقفل بمنزلقة. هرتفع اربع سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة. زي ما اتفقنا اربع سلاسل دور عبارة عن تلات سلاسل عمود بلفة وسلسلة ما بينهم. ما بين العمود بلفة ده والعمود بلفة الخلفي اللي عمله دلوقتي. دلوقتي اعمل عمود بلفة خلفي باليف في الخيط. انا عندي العمود بلفة اللي جاي اهو ده. هدخل من ورا كده. وطلع الابرة من بين السلاسل والعمود بلفة اللي جاي. بقى كده ازوق العمود بلفة اللي جاي ده ورا. واطلع اهو. بقي كده انا شغل اهو. اسحب الخيط. واسحب من حلقتين. بقي كده من حلقتين. ارتفع سلسلة. تمام? بعد كاليف في الخيط وعمل عمود بلفة خلفي حوالين عمود بلفة اللي جاي اهو. ده اللي جاي. هدخل من ورا كده. ما بين عمود بلفة اللي اشتغلت فيه والعمود بلفة اللي جاي المفروض اشتغل عليه. اهو. بقي كده ادخل من الفتحة لجنبه. اسحب الخيط. واطلع اسحب من حلقتين. من حلقتين. ارتفع سلسلة. ده عمود اللي جاي ادخل. اعمل عمود بلفة خلفي. اهو. ادخل تغلط وانا ايه? اهو. ارتفع سلسلة. اللي جاي ده نص عمود مش هشتغل فيه. هسيبه. لأ معنش مش هرتفع سلسلة هنا. النص عمود ده مش هشتغل فيه. تمام? هروح مباشرة من غير ما ارتفع سلاسل اعمل عمود بلفة خلفي على اول عمود بلفة. انا عندي واحد اتنين تلاتة اربعة حشو. ودول ما ليش جاعوا بيهم. نص عمود مش هشتغل فيه. واول عمود بلفة هشتغل عليه من ورا برضو عمود بلفة خلفي. اهو. يبقى انا بين كل البتلة والتانية مش بعمل سلسل. تمام? اصحب ارفع سلسلة. وبعد كده العمود بلفة اللي جاي اعمل حوالي عمود بلفة خلفي. سلسلة. عمود بلفة اللي جاي اعمل حوالي عمود بلفة خلفي. سلسلة عمود بلفة اللي جاي. اعمل حوالي عمود بلفة خلفي. وهكزا اخر عمود بلفة. اهو العمود بلفة اللي جاي. ما انساش السلاسل اللي بينهم. الارتفاع سلسلة. العمود بلفة اللي جاي. هما تسعة عمود بلفة بعمل حاليهم تسعة عمود بلفة خلفي. كل عمود بلفة حولي عمود بلفة خلفي. ارتفاع سلسلة. العمود بلفة اللي جاي. اعمل حولي عمود بلفة خلفي. سلسلة. عمود بلفة اللي جاي اعمل حوالي عمود بلفة خلفي. سعيني. سلسلة. وعندي ايه? لا برضو تاني. معنش بحسب اللي جاي ده عمود بلفة. اللي جاي ده نص عمود. مش هشتغل في ادواء اتنين تلاتة اربعة حشو. لا اللي جاي ده عمود بلفة. سنا نعيد اللي احنا اشتغلناهم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية اوه. يبقى ارتفع سلسلة. اللي جاي دوت اخر عمود بلفة. شكله صغير عشان في الجنب. لكن هو عمود بلفة. اشتغل عمود بلفة خلفي. تأكد ان هم تسعة. تمام? ويبعد كده ارف الخيط واروح مش هرتفع سلاسل بين البتلات. تمام? ارف الخيط. واروح على اول عمود بلفة اهو. في البتلة اللي جاية. واعمل عمود بلفة خلفي. ارتفع سلسلة واللي جاية عمود بلفة خلفي. اكرر لغاية النهاية. وارجع لكم. عشان نشوف هنقفل الشغل ازاي? شايفين بتدي يعني خلفية كده للشغل. الشغل اللي ما يبقى بالحلقة الخلفية كيف يدي خلفية للشغل كأنهم طبقتين فوق بعض. نخلص وارجع لكم تاني. وصلت لحد النهاية. كان فيه هنا اربعة عمود. عملت فيهم اربعة عمود بلفة بينهم اربعة عمود بلفة خلفي. بينهم كل واحد سلسلة. بعد كافي الاخر بعد ما خلصت اخر عمود بلفة خلفي. ارتفعت سلسلة. بعد ما ارتفعت السلسلة ديت المفروض ان انا اعمل. بسم الله منزلقة. نحن ارتفعنا كم سلسلة هنا اربعة صح? هعمل منزلقة فيه تالت سلسلة ارتفعت بها. الدور اللي جاي. اه المفروض ان احنا الدور اللي جاي دوت نبدأ ان انا اريكم الباترون الاول وارجع لكم تاني نشتغل مع بعض. الدور اللي جاي. احنا كنا وقفنا هنا اهو. عند احنا بنا عند الساسة اللي بنرتفع بها دي. تمام? احنا خلصنا هنا اهو. عند النقطة البيضة اللي بتطلع لكم دي. مفروض نرتفع سلسلة. آآ اللي هي بمقام حشو. وعندي فيه خط كل خط مكتوب فيه اتنين 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 في كل خط موجودة عندي. يعني انا دلوقتي هرتفع سلسلة بمقام حشو. بعد كارتفع سلسلتين تاني. وبعد كارتفع سلسلتين واعمل فيه السلسلة اللي بين في الدور اللي فات بقى بين التلت سلاسل اه او الاربع سلاسل والعمود بلفة الخلفي. مفروض اعمل حشو في السلسلة الرابعة. وبعد كارتفع سلسلتين واعمل حشو فيه السلسلة اللي بين العمودين بلفة الخلفي. سلسلتين واحشو في في السلسلة اللي بين العمودين بلفة خلفي. سلسلتين واعمل حشو في السلسلة بين اخر عمودين بلفة خلفي وبعد كي اروح مباشرة اعمل حشو في السلسلة في البتلة الجديدة. بعد كده اكمل ارتفع سلسلتين وحشو سلسلتين وحشو. الدور اللي بعده انا طبعا في النهاية في نهاية الدور ده هقفل بايه? هيبقى عندي حشو. اهي زي ما احنا شايفين. وبعد كي ارتفع سلسلة واعمل نص عمود في اول سلسلة كنت ارتفعت بها. وارجع الدور اللي بعده ارتفع سلسلة. وبعد كده سلسلة بمقام حشو. وبعد كده سلسلتين. واعمل حشو في السلسلتين. ارتفع سلسلتين. اعمل حشو في السلسلتين. هفضل مشي كده لغاية اخر سلسلتين في البتلة الاولى. واول سلسلتين في البتلة التانية. بعمل حشو في اخر سلسلتين في البتلة الاولى. وحشو في اول سلسلتين في البتلة الجديدة وبعد كده اكمل سلسلتين حشو زي ما هنشتغل كده مع بعض. هاجي في النهاية هيبقى عندي هرتفع سلسلة في النهاية هعمل حشو. سلسلة نص عمود في اول سلسلة. الدور الجديد هبدأ سلسلة بمقم حشو. بعيكاة سلتين. بعيكاة حشو في السلسلتين وافضل ماشية كده حشو في السلسلتين وارتفع سلسلتين لغاية النهاية مفيش عندي بقى اول بتلة واخر بتلة. لا مش هعمل كده. زي ما انتو شايفين كده هوت هيبقى حشو في اخر بتلة. سلسلتين حشو في اول بتلة. وهيبقى الشغل كله ماشي واحد. لغاية النهاية هعمل حشو في السلسلتين. ارتفع سلسلة. بعيكاة نص عمود في اول سلسلة كنت مرتفعة بيها. اخر دور نشتغلوا دلوقتي مع بعض ارتفع برضو هيبقى زي الدور اللي فات دوت الو تمانية وتسعة دولت هيبقى زي بعض بالزبط بارتفع سلسلة سلسلتين حشو في السلسلتين اللي بتوع الدور اللي فات وافضل هكذا لغاية نهاية الدور بنهي بحشو سلسلة ثم نص عمود في اول سلسلة ارتفعت بيها اخلص الادور دي مع بعض وبعاكيا نرجع نشوف الباترون باقيته ايه نبدأ بسم الله هنرتفع سلسلة وبعد كده سلسلة دي زي ما قلت لكم بمقام حشو بعد كده نرتفع واحد اتنين سلسلتين هروح عند السلسلة اول سلسلة هتقابلني دي اهاي شايفين ايه اول سلسلة الفراغ هيقابلني ادخل فيه اعمل حشو بعد كده انا شغلها بخيط رفايع قوي انتو لما تشتغلوا بخيط ادخن هيبقى احسن لكم ارتفع سلسلتين الفراغ اللي جاي نقرب لكل صورة الفراغ اللي جاي ده على طول اهو ادخل اعمل حشو ارتفع سلسلتين الفراغ اللي جاي اعمل حشو ده اخر فراغ عندي في البتلة الاولى صح? اتفقنا ان اخر فراغ واول فراغ هعمل حشو هنا وحشو هنا من غير ما اعمل سلسل بينهم. يعني يا خلاص عملت حشو في اخر فراغ اهو. رايحة ليه اول فراغ اعمل حشو. طب ليه بعمل كده? ليه ما بعملش سلاسل عشان يدعم المفرش فيمسكو شوية. ما يبقاش ايه? في سلاسل فتبقى الحتة دي اه معووجة في وهي مفروش المفرش يعني. المفرش لما نحطه يعني ما تبقاش معووجة ودخلة في بعضها. تمام? ارتفع سلسلتين. تمام? اخد بالك وشم النقطة دي. هنبدأ نكرر في البتلات اللي جاي. سلسلتين الفراغ. ادخل اعمل فيه حشو. سلسلتين. الفراغ اللي جاي اعمل فيه حشو. سلسلتين واحد اتنين. الفراغ اللي جاي. ادخل اعمل فيه حشو. سلسلتين. الفراغ اللي جاي حشو. سلسلتين. الفراغ اللي جاي حشو. سلسلتين. الفراغ اللي جاي حشو. سلسلتين واللي جاي ده اخر فراغ في البتلة الاولى. هعمل فيه حشو. ومباشرة على اول فراغ. في البتلة اللي جاي واعمل حشو. تمام? ارتفع سلسلتين وابدأ عيد تاني نفس الخطوات. سلسلتين حشو في كل فراغ. لغاية اخر فراغ واول فراغ بعمل حشو حشو على طول بينهم. تمام? نخلص لغاية نهاية الدور. وارجع لكم تاني. وصلت لحد النهاية. اهو هنا البداية السلسلة اللي كنا ارتفعنا بها. الفراغ اللي قبله. اهو عملت حشو. ارتفع سلسلة. بعد كده اعمل نص عمود في اول سلسلة كنت ارتفعت بها. اعمل نص عمود. شكله حلو بس مش عارفها باين في الكاميرا والتقيل. بصوا لما بنامج الحلقة الخلفية في الحدة دي بيبقى فيها الحلقة كده هو بتبقى عاملة دائرة كده زهرة. برزة بتبقى شكلها حلوة. نبدأ تاني الدور اللي جاي زي ما قلنا هنرتفع تلات سلسل سلسلة بمقام حشو. بقى سلسلتين. اروح على السلسلتين او سلسلتين اهم. ادخل اعمل فيها حشو. سلسلتين. سلسلتين اللي جايين ادخل اعمل حشو. سلسلتين والسلسلتين اللي جايين اعمل حشو. تمام? سلسلتين دولت هم اخر سلسلتين في البطلة دي. والسلسلتين اللي جايين او سلسلتين في البطلة الجديدة. اتفقنا ان اخر سلسلتين واو سلسلتين ونعمل حشو هنا وحشو في اللي جاية من غير سلاسل بينهم. من كده عملت حشو في اخر واحدة اروح لأول واحدة في البطلة الجديدة اعمل حشو. بصي بتقربهم من بعض ازاي? تقفل المسافات اللي بينهم اللي ممكن تخليها ايه بعيد عن بعض نايمة كده شوية لقا هتفرد المفرش بعد شوية. سلسلتين. من هنا هيبدأ التكرار. سلسلتين وفراغ اللي جاي اعمل حشو اللي هو السلسلتين ده حلقة الدور اللي فات. سلسلتين. هعمل حشو فيه السلسلتين بتعود دور اللي فات. سلسلتين وحشو في السلسلتين. سلسلتين حشو على السلسلتين. سلسلتين حشو. سلسلتين واخر حشو في البتلة دي. بعد كده هروح مباشرة لاول حشو في البتلة الجديدة. بعد كده ابدأ التكرار تاني. هعملها معكم مرة كمان. سلسلتين وحشو في السلسلتين. سلسلتين وحشو في السلسلتين. سلسلتين حشو في السلسلتين. سلسلتين حشو. في سلسلتين سلسلتين حشو. سلسلتين واخر حشو. في البتلة الاخيرة. وحشو في البتلة الاولى اللي جاية. نبدأ التكرار واخلص بازن الله وارجع لكم. خلصت اخر حشو وارتفعت سلسلة. هعمل نص عمود فيه اول سلسلة كنت مرتفعة بيها. بعد كده الدور التامن هرتفع سلسلة بمقام حشو. وبعد كده سلسلتين. واروح لاول سلسلتين دولة اعمل فيهم حشو. الدور ده زي اتفقنا هيبقى عبارة عن سلسلتين. حشو في كل سلسلتين. سلسلتين. وادخل بحشو في السلسلتين جاي. محدش يدخل بحشو بنات في الحشو السابق عشان ممكن تلاقوها واسعة كده ادخلين فيها. لا ده حشو دي سلسلتين هي بتبقى اوسع شوي. ندخل في السلسلتين. هنتفع سلسلتين. وندخل حشو. دي اخر سلسلتين في البتلة الاولى. هنرتفع سلسلتين وندخل في اول واحدة البتلة الجديدة. زي ما اتفقنا وشوفنا في البترون ان دولة خلاص شغل حشو سلسلتين حشو. عادي مفيش فرق ايا. تمام? كيبقى احنا هنفضل شغالين لغاية النهاية سلسلتين حشو سلسلتين حشو. بغاية النهاية. ويرجع لكم في الاخر. عشان اقول لكم ننهي ازاي? الدور ده. خلص ويرجع لكم بازن الله. وصلت لحد النهاية ده اخر فراغ عندي بدخل اعمل حشو. ارتفع سلسلة وبعد كده اقفل بنص عمود في اول سلسلة كنت مرتفعة بيها. اعمل نص عمود. ارتفع بسلسلة. آآ مقام ارتفاع وبعد كده سلسلتين. السلسلة الاولى حشو مقام حشو والسلسلتين ارتفاع. وادخل في اول فراغ اعمل حشو. سلسلتين. الفراغ اللي جاي اعمل حشو. ويبقى الدور دوت زي الدور اللي فات بالزبط. سلسلتين وحشو في السلسلتين من الدور المسابقة. سلسلتين حشو. في السلسلتين. هنفضل ماشي لحد برضو النهاية. ده الدور التاسع. نفضل ماشي لحد النهاية. بارع الحشو سلسلتين. حشو سلسلتين بحد النهاية. ايجي برضو. هقفله معاكم. بازن الله. هي طبعا النهاية بتبقى زي نهاية الادوار اللي فاتت. ده هي سلسلة. نص عمود. بس هيجي برضو. هقفله معاكم بازن الله. بس شكله حتى الاين حن والحتة دي برضة كده. تمام بخلصوا بارجعلكم تاني بازن الله. وصلت لحد النهاية. هرتفع سلسلة. ده اخر حشو عملته. بعد كده اعمل نص عمود في اول السلسلة ارتفعت بيها. وكده خلصت الادوار اللي احنا كنا ايها عليها. نرجع للباترون. اوريكم الادوار اللي جاية. وبعد كده نرجع نشتغل تاني بازن الله. رجعنا تاني عن روح عند الدور. احنا كده عندنا وشايفين انتو السلاسل هيت اللي انا اعمل عليه بالابيض طبقتي دي كلها السلاسل اللي اشتغلناها. بعد ما خلصنا اخر سلاسل عندنا هو هنا. ده اخر نص عمود كنا عاملينه. هنرتفع تلت سلاسل. بعد كنا اعمل اتنين عمود بلفة نفس المكان. عمود بلفة اتفقنا عبارة عن شرطة طويلة وعليها علامة ميلة. تمام? بعد كده هنشتغل في كل سلسلتين هنأعمل عمود بلفة. في كل سلسلتين نعمل عمود بلفة لغاية النهائي. هنشغلين. معايش سويني. لحد النهاية. في كل سلسلتين نعمل تلاتة عمود بلفة. تمام? بعد كده الدور اللي بعده. هناشتفع تلت سلاسل وبعد كده نعمل عمود بلفتين خلفي زي اللي احنا عملناهم بتاحت. عمود بلفتين خلفي. على كل عمود بلفة. بعد كده الدور رقم اتناشر. هنرتفع ثلاث سلاسل. وبعد كده آآ هنعمل اه دولة ثلاث سلاسل. هنأعمل اربع سلاسل. ده تلت سلاسل دي قدرت بمقام عمود بلفة امامي. بعد كده خمس سلاسل. بعد كده نسيب من تحت آآ اتنين عمود بلفتين. بعد كده خمس سلاسل. خمس سلاسل. وبعد كده نسيب واحد اتنين تلاتة. نسيب تلاتة عمود بلفتين. بعد كده في الرابع هنأعمل حشو. بعد كده اربع سلاسل. بعد كده نعمل تلاتة آآ عمود بلفتين عمود بلفة امامي تلاتة. بعد كده نرجع نكرر تاني اربع سلاسل نسيب اتنين عمود بلفتين. وفي التالت نعمل حشو. بعد كده خمس سلاسل. بعد كده نسيب تلاتة ما نشتغلش فيهم من تحت وفي الرابع نعمل حشو. وبعد كده اربع سلاسل. ونكرر لغاية النهاية. تمام? في النهاية نرجع تاني هيبقى عندنا. هنا هنعمل اتنين عمود بلفة. آآ اتنين عمود بلفة خلفي. وبعد كده نقفل بمنزلقة. وبعد كده الدور اللي جاي. ده هو الدور التلاتة اشر. عشان انا بكتب وانا بقول لكم. فبطلق بط شوي. هنرتفع تلت سلاسل. طيب. لما نرتفع تلت سلاسل هنعمل كمان تلت سلاسل. يعني هنرتفع في الاجمالي ست سلاسل. اول تلت سلاسل بمقام عمود بلفة خلفي. والتلت سلاسل التانيين سلاسل عادية. وبعد كده نعمل آآ حشو فيه الاربع سلاسل من الدور اللي فات. وبعد كده نعمل في في الخمس سلاسل دولة اللي في النص هنعمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة آآ تسعة عمود بلفة. تسعة عمود بلفة. وبعد كده هنعمل حشو في الاربع سلاسل. بعد كده نرتفع تلت سلاسل ثم نعمل تلاتة عمود بلفة خلفي على العواميد بلفة اللي تحت. تمام? نشتغل الادوار دي. وبعد كده نرجع للادوار اللي بعدها بازن الله. طيب يا دلات نرجع بازن الله نشتغل في الدور العاشر. بسم الله. هنرتفع تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة. بعد كده هنعمل اتنين عمود بلفة على ده النص عمود اللي كانت اخر واحد دوت اهو اللي انا ارتفع في ده. على النص عمود ده نشتغل اتنين عمود بلفة. واحد اتنين. تمام? يبقى كده تلات سلاسل دولار بمقام عمود بلفة واتنين عمود بلفة في نفس المكان. مباشرة هروح للسلسلتين اللي جايين اعمل تلاتة عمود بلفة. واحد. اتنين. تلاتة. السلسلتين اللي جايين اعمل تلاتة عمود بلفة. واحد. اتنين. تلاتة. السلسلتين الجايين. تلاتة عمود بلفة. واحد كزا الحاد نهاية الدور. في كل سلسلتين هعمل تلاتة عمود بلفة. هرجع لكم في نهاية الدور عشان نشوف هنقفل ازاي? اتنين. تلاتة. خلصت الدور. دلوقتي هقفل بمنزلقة. في الثالث سلسلة من الثلاث سلسلة اللي كنت ارتفعت ديه. بعد كده هنبدأ الدور الحداشر. اعم. في بس خطأ حصل في قراءة البترون يا بنات. احنا عندنا الشكل ده. في البترون كده. دي بترون? البترون مش بانطرون. الهلب اللي قلت لكم عليه ده. ده كده عمود بلفة اماني. لما يبقى عامل من ناحية اليمين كده رايح على الشمال يبقى اماني. لما يبقى عامل كده الهلب رايح من الشمال اليمين زي حرف السي كده. ماشي? لما يبقى زي حرف يبقى خالفي. لما يبقى زي حرف الراء يبقى امامي. ماشي? استني يا بان. ماشي? فانا دلوقتي المفروض ان احنا الدور الاولين احنا عملناها خالفي ده. يبقى امامي بس مش هتفرق يا شكلها حلوه برضو. تمام? هنشتغل بعد كده. هنشتغل بعد كده الادوار اللي جاية هيكون العمود بلفة امامي مش خالفي. تمام? ده شكله في البترون كده الامامي وده الخالفي عشان تبقى عارفينه. سواء بقى اجي عمود بلفة او عمود بلفتين هيبقى كده او نص عمود كده. نص عمود يبقى دي هتبقى فوق خالص كده. او نص عمود خلفي كده. تمام? شكله سهل وبس بس ما عليش انا حصلت معي لغبطة. نبدأ في الدور اللي هو المفروض حداشر. عملت منزلقة. في الدور اللي فات وارتفعت تلات سلاسل. هبدأ ان انا كل الدور دوت هعمل عمود بلفة امامية. عمود بلفة ايه? امامية. نقرب كده الكاميرا. وابدأ اشتغل. قديني عمدت تلات سلاسل. لفيت الخيط على الابرة. وده العمود اللي مفروض اشتغل عليه. هدخل من جنبه. وبيبقى كده اطلع من جنبه التاني كده. يبقى هو موجود على الابرة. تمام? اسحب الخيط. كده. واكمل العمود بلفة الامامية. تمام? ارف الخيط. وارجع. ادخل كده. من جنب العمود واطلع من جنبه التاني. اسحب الخيط. والف. هفضل شغالة عمود بلفة امامية حوالين كل عمود. لغاية النهية. حاضر. ماشي. اشتغل عمود بلفة امامي. على كل عمود بلفة امامي. وما تقلقوش من ناحية اللي حصل لنهوت. ما فيش مشكلة هي شكلها حلو جدا. يعني هو عمود بلفة خلفي كشكل حلو اول. مش هتفرق في الشكل. تمام? اشتغلوا. حوالين كل عمود بلفة. عمود بلفة امامي لغاية النهاية. وتقفلوا بمنزيقة. وارجع لكم تاني بازن الله. بص بنات انا اشتغلتها هون. بصوا عمود بلفة امامية. حاسة شكلها مش هلو. انا اشتغلتها من شوية عمود خلفية. كان شكلها حل. جيت اعمالها زي البترون اهون. عمود امامية شكلها مش هلو. فانا فك واشتغلها عمود فانا افكها واشتغلها عمود خلفية. اللي احبها تشتغلها عمود عمود امامية زي الباترون تشتغل. اللي عايزة تشتغلها خلفية زي ما انا هعمل تشتغل. فكل واحدة وزي ما تحب. فانا هورجيكو برضو اشتغل كم واحد. عامية خلفية دي فشوفتوا الشكل بتاعها وهي عامية امامية. تمام? نقرب كده من النور. احنا اهو. شوفوا الشكل. وهي عامية خلفية. احنا لدينا حرية ان احنا نغير في الباترون عموما يعني طرامة يا كل واحدة يعملوا حسب ما يترأى ده. انا هشتغلها خلفية. ان هي كلها عموية بلفة وامامية فقفل المفرش كده. قفل الشكل. لكن لما تبقى خلفية تديها زي ما تكون الطبقات فيبقى لها شكل حلو. بص الشكل. كأن هي احنا اشتغلنا ده وده جاي من وراه الشول كأنه جاي من وراه. فهيبقى كده شكله. بالنسبة لي انا شخصيا احنا. تمام? فانا هكمل على كده. كل واحدة تكمل حسب ما تحب. وارجع لكم زي ما اتفقت معاكم اعملوا منزلقة في السلسلة التالتة. عشان تقفلوا الدور وارجع لكم تاني بازن الله. خلصت الدور الحداشر. وعملت العمدة في الحلقة الخلفية وزي ما تشايفين. تمام? وقفلت بمنزلقة في اول تلت سلاسل. الدور الجاي بازن الله يبقى سهل. نرتفع تلت سلاسل بقيمة اول عمود بلفة عندي. وبعد كده اربعة سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة. هنسيب اتنين عمود بلفة من تحت. ادى واحد اتنين. وادخل في التالت. اعمل حشو. بعد كده اتفع خمس سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. واسيب تلاتة عمود من تحت. واحد اتنين تلاتة وفي الرابع هدخل اعمل حشو. ارتفع اربع سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة. تاني هنسيب اتنين عمود بدون شغل. وبعد كده. في التالت ادخل اعمل حشو. حشو ده. هعمل. هسيب اتنين. عمود من تحت وفي التالت في الحلقة الخلفية. هو المفروض يبقى عمود امامي. انا اشتغل في الحلقة الخلفية. هعمل تلاتة عمود بلفة. ده اول واحد. الغرزة اللي جاية هيبقى عمود بلفة. خلفي في الحلقة الخلفية. اتنين اللي جاية تكون عمود بلفة في الحلقة الخلفية. عايزين تعملوها عمود بلفة امامي اعملوها عمود بلفة خلفي اعملوها. انا هعملها في الحلقة الخلفية. اربع سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة. هسيب عمودين بلفة تحت وفي التالت اعمل حشو. خمس سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. اسيب واحد اتنين تلاتة وفي الرابع اعمل حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة سلاسل. وبعد ادخل اعمل عمود بلفة فيه. اسيب عمودين بلفة من تحت اهون. اسيب اتنين وفي التالت اعمل عمود بلفة في الحلقة الخلفية. ادى واحد. اللي غرزة اللي جاية. اعمل عمود بلفة في الحلقة الخلفية. يبقى كده اتنين. والتالت في الغرزة اللي جاية في الحلقة الخلفية. يبقى تلاتة. هبدأ اقرر تاني. شوفين الشكل. اهو. هبدأ اكرر تاني. اعمل معكم تكرار مرة كمان. وبعد كي هسيبتوا تكمل. كده انا عملت التلات عاملة بلفة. هرتفع تلات سلاسل اه اربعة واحد اتنين تلاتة اربعة. بعد كده اسيب عمودين بلفة من تحت. وفي التالت اعمل حشو. حشو في الحلقتين عادي. خمسة سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. بعد كده اسيب واحد اتنين تلاتة. وفي الرابع ادخل اعمل حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة. ونبدأ بقى التكرار. اسيب واحد اتنين. وفي التالت في الحلقة الخلفية. هدخل اعمل عمود بلفة. اده واحد. الحلقة الخلفية عمود بلفة. اده اتنين. والغرزة التالتة عمود بلفة في الحلقة الخلفية. هنكرر رغاية نهاية الدور. واردع لكم تاني بازن الله. خلصت الدور الاتناشرة احنا فيه. زي ما تشايفين الشكل اهو. بنت سلاسل عشان الدور الجاي بازن الله اشتغل فيها. طيب اه هقفل ازاي احنا كنا ارتفعنا التلات سلاسل وبعد كده اربع سلاسل يعني في الاجمالي سبع سلاسل. حاجة في السلسلة رقم تلاتة. ادخل اعمل منزلق واحد اتنين التالتة ادخل. اعمل منزلق. تمام. نبدأ الدور التلاتاشر ارتفع اول حاجة تلات سلاسل بقيمة عمود بلفة واحد اتنين تلاتة. وبعد كده ارتفع كمان تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة. بعد كده ادخل في اندي الاربع سلاسل عندي ادخل اعمل فيها حشو. بعد كده هعمل تسعة عمود بلفة في الخمس سلاسل. دي الخمس سلاسل هاي هعمل خمسة اه تسعة عمود بلفة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة ادخل على الاربع سلاسل اللي جايين اعمل حشو. بعد كده ارتفع تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة. بعد كده اعمل تلاتة عمود بلفة ادخل فيها على التلاتة عمود بلفة الجايين. ادخل الخيط على الابرة. ادخل من ورا لقدام. اصحب الخيط. في الباترون هو عمود امامية زي ما قد لكم. بس انا اشتغلها خلفية. تمام? انا لفة الخيط ادخل. اللي عايز تشتغلها امامية تشتغلها. بس انا شايف ان شكل الخلفي حلو فاعملها عند كده. كده تلاتة عمود بلفة خلفي حوالين العمود بلفة الخلفية. ارتفاع تلاتة سلاسل. ومن هنا هيبقى التكرار. واحد اتنين تلاتة. في الاربع سلاسل اعمل حشو. في الخمس سلاسل اعمل تسعة عمود بلفة. واحد. اتنين تلاتة تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة هدخل على الاربع سلاسل اعمل فيها حشو. بعد كده اروح على التلاتة عمود بلفة. ارفع الاول ارتفاع تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة. بعد كده اعمل تلاتة عمود بلفة خلفي حوالين التلاتة عمود بلفة. وتاني هقول لكم عايزين تعملوها امامي اعملوها. واحد. اتنين تلاتة. هنبدأ تكرار مرة تانية. هعملوا معكم مرة كمان. واسبكم انتم تكملوا بإذن الله. واحد اتنين تلاتة سلاسل. في الاربع سلاسل اعمل حشو. في الخمس سلاسل الاعمل تسعة عمود بلفة. واحد اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. اروح على الاربع سلاسل اعمل فيها حشو. ارتفع تلات سلاسل. وبعد كده تلاتة عمود بلفة خلفي حوالين تلاتة عمود بلفة. هنشتغل لحد النهاية. سميحنا. هبطأ شغالة بنفس الطريقة لحد النهاية هنا اهو. عندي كنا ارتفعنا ست سلسل صح. هناخد في السلسلة التالتة نعمل فيها منزلقة. وارجع لكم نقرأ الادوار اللي جاية في الباترون باذن الله عشان نكمل الشغل. بعد ما خلصنا الدور التلاتاشر نبدأ مع بعض نقرأ الدور الاربعتاشر من الباترون. هنا احنا بسم الله دور الاربعتاشر عندنا هنا اهو. تمام? بس اكبر كده الصورة شوية. دور الاربعتاشر هنبدأ بثلاث سلاسل. نبسمت لغبطة شوية فيهم. اهو واحد اتنين تلات. هنبدأ بتلات سلاسل دول بقيمة عمود بلفة. وبعد كده هنعمل تلات سلاسل تانين. وحشو. على التلات سلاسل من السطر اللي فات. تمام? وبعد كده احنا عندنا العوامود بلفة في الدور اللي فات اللي هي كنا عملنا في الخمس سلاسل. هنعمل تلاتة عمود بلفة مع بعض. اللي هو زي كده. ماشي. تلاتة عمود بلفة خلفي. هو هنا امامي. انا هعملهم خلفي. تلاتة عمود بلفة. دول كروشي. ايه? مع بعض. وبعد كده برتفع سلاسل. تعالوا نشوف السلاسل دي متى ايه? او تلات سلاسل. بعد كان نعمل تاني. آآ تلاتة عمود بلفة خلفي. مع بعض. اده واحد اتنين تلاتة اربعة. هيكونوا ايه? اربع مرات. ماشي. هيكونوا اربع مرات. وبعد كده هنعمل حشو في التلات سلاسل. تمام? بعد كان نرتفع بتلات سلاسل تانية. بعد كده هنعمل تلاتة عمود بلفة خلفي. هو هنا امامي انا هعملهم خلفي. تمام? انا بس بكتب عشان كده باخد ايه وقت. وبعد كده نرجع نعيد تاني نعمل تلات سلاسل ونشتغل. ده الدور اللي احنا فيه. هنروح للدور اللي بعده. الدور اللي بعده هيكون عبارة ده هو الدور الخمستاشر عبارة عن تلات سلاسل. واحد اتنين تلاتة تلات سلاسل اللي هو برضو بقيمة عمود بلفة. خلينا نشوف اه تلات سلاسل وبعد كده هنعمل تلات سلاسل تانيين. تمام? بعد كده حشو. في التلات سلاسل دور اللي فات. بعد كده حشو تاني اهو في التلات سلاسل التانيين اللي بعدهم في البتلة اللي بعدها. لأ الاول سنجل كروشيه. وبعد كده نرتفع تلات سلاسل. تمام? وبعد كده نعمل حشو في التلات سلاسل اللي تحتيها. وايه? وحشو فيه. في التلات سلاسل اللي بعدها. يعني حشو. في التلات سلاسل دولت وبعد كده حشو في الدولت. بقى حشو هنا وحشو هنا. يعني كل آآ تلات سلاسل يبقى فيها اتنين حشو. تمام? يعني حشو تلات سلاسل حشو. هنكرر الموضوع دوت كم دور? تمام? هنكمل الاول هنعمل آآ هنا عوامية خلفية هوا. تمام? هنكررها كم دور? واحد اتنين تلاتة اربعة اربعة ادوار. ماشي? طبعا مع مع الاختلاف هننشوف بس حاجة واحد اتنين. اتنين بس في السطر التالت هيبقى فيها اختلاف. يبقى نكررها تلات ادوار. وبعدها نشوف السطر ده عشان هنا هنعمل عوامية بلفة خلفية. وهنا وهنا. هنا السطر ده يعني ده خمس تاشر ستاشر سبعت شهور السطر رقم تمنتاشر. هنعمل ايه? تعالوا هنا. نتفع ثلاث سلاسل. وبعد كده اتنين. عمود بلفة في الثلاث سلاسل في نفس المكان اتفعت فيه. نفس المكان اتفعت منه يعني. بعد كده نعمل ثلاث سلاسل هما دول. وبعد كده حشو في الثلاث سلاسل اللي تحتيهم. ثم. حشو في الثلاث سلاسل اللي جاين. وبعد كده. ثلاث سلاسل وهكزا هنقرر. هنيجي. هنقرر لغاية لما هنيجي هنا عند اللي هو النص او عند العوامية بلفة الخلفية. معلش اكتب بس. عند العوامية بلفة الخلفية هنشتغل ثلاثة عمود بلفة خلفي. على العمود بلفة. على اول عمود بلفة. وبعد كده هنشتفع سلسلة. اهو. اللي ناوم. بعد كده. ثلاثة عمود بلفة في ثالث. ثلاثة عمود بلفة. تمام? ده اللي هو الدور ده. نخلص صغير الدور وثمان تشعروا بعد كي نرجع للباترون تاني. اعريكم شكل المفرش الاصلي. اهو. هي شغالة على فكرة بالعوامية الخلفية زي ما انا ما قلت لكم هنا هين. بس هنا في الجزء اللي في النص ده لعند الاناناسة شغالها بالعوامية. الامامية. ممكن احنا نشتغلها. يعني احنا شغالنا في الخلق بالخلفي. ممكن نرجع نشتغلها امامي عادي. الادور اللي جاية نشتغلها عامية امامية. عشان تبقى في النص هنا كده. شكلها برزة شوية عن الاناناسة اللي في النص. تمام? نروح للتصوير بقى بازن الله. رجعنا بالدور الاربعتاشر. ارتفع واحد اتنين تلاتة. ده اول عمود بلفة. تمام? اربلكم. بعد كان تلات سلاسل واحد. اتنين تلاتة. هروح للسلسلة التلات سلاسل من الدور اللي فات دي. ادخل فيها اعمل حشو. بعد كده الف الخيط. اروح عند اول عمود بلفة. من الخلف. واعمل عمود بلفة خلفي. سحبت الخيط اهو. واكيه اسحب الخيط من حلقتين. ووقف. لف الخيط على العمود اللي جاي. ادخل عمود بلفة خلفي. اسحب الخيط. واسحب من حلقتين. ووقف. التالت. لف الخيط. ادخل عمود بلفة التالت. حوالي من ورا. ولف. اسحب الخيط. اسحب من حلقتين. عندي واحد اتنين تلاتة اربعة. حلقات على الابرة. اسحب الخيط منهم كلهم. بعد كده اتفع تلات سلاسل. واحد اتنين تلاتة. بعد كده ارف الخيط. انا كده اشتغلت على اول تلاتة عمود بلفة عندي. التلاتة اللي جايين. نفس النظام. ادخل من ورا. كده. اسحب الخيط. واسحب من حلقتين. وخلي حلقتين على الابرة. ادخل على العمود اللي جاي. من ورا. اعمل عمود بلفة خلفي. اسحب الخيط من حلقتين. ووقف. الغرزة اللي جاي. لو عمود بلفة اللي جاي. ادخل من ورا برضو. عمود بلفة خلفي. اسحب الخيط. واسحب من حلقتين. عندي اربع حلقات على الابرة. اسحب الخيط منهم كلهم. وارتفع واحد اتنين تلاتة. فاضل عندي. تلاتة عمود بلفة. هعمل نفس الحكاية. لف الخيط. ادخل. اول واحد. اسحب الخيط. واسحب من حلقتين. ادخل على تاني. واحد. اسحب. واسحب الخيط من حلقتين. تالت واحد. ادخل. الف الخيط. واسحب. واسحب من حلقتين. كاسحب من الاربع حلقت. تمام? بعد كده. ارتفع ثلاث سلاسل. واروح الليل الثلاث سلاسل اللي عندي دولة. اعمل فيها حشو. بعد كده. ارتفع واحد اتنين تلاتة. بعد كزا ما قلت لكم هعمل هنا عمود بلفة امامية. عشان دي تبقى برزة شوية عن الانانسة اللي احنا هنعملها. اعمل عمود بلفة امامي. حوالين كل عمود. ادخل واحد. اتنين. تلاتة. ثلاث سلاسل. واحد اتنين تلاتة. من هنا يبدأ التكرار. تلات سلاسل. هروح على تلات سلاسل اللي اللي فات دي. اعمل فيها حشو. تلات سلاسل. واحد اتنين تلاتة. لا ما فيش تلات سلاسل هنا. اروح مباشرة على التسعة عمود بلفة دولة. اروح على الاول واحد. اول عمود بلفة هينو. اهو. دي مش عمود بلفة دي بتاعت الدول اللي قبل اللي فات. عمود بلفة اهو. ادخل اعمل حوالي عمود بلفة خلفي. اسحب الخيط من حلقتين واقف. الف الخيط العمود اللي بعادي. ادخل. عمود بلفة خلفي. اسحب الخيط. واسحب من حلقتين واقف. لفي الخيط لعمود بلفة اللي جاي. ادخل اصحب الخيط من حوالي. اسحب من حلقتين واقف. بعدها اسحب من الاربع حلقات. واحد اتنين تلات سلاسل. وارجع اكرر تاني مع العمود بلفة اللي جاية. التلاتة الجايين. عمود بلفة خلفي. اسحب الخيط. واسحب من حلقتين واقف. تلاتة سلاسل. واخر تلاتة عمود بلفة عندي اعمل عليهم تلاتة عمود بلفة مع بعض خلفي. ادخل. خليف. اسحب الخيط. اسحب من الحلقتين واقف. خليف الخيط. ادخل حولي العمود. اسحب. اسحب من حلقتين واقف. اخر واحد. ندخل. حولي. اسحب من حلقتين انه يبقى عندي اربعة اسحب منهم كلهم. تمام? بعد كده اروح اعمل. هشوف التلات سلاسل. اهو. بعد كده واحد اتنين تلاتة. بعد كده اعمل تلاتة عمود بلفة امامي حوالين العمود بلفة اللي جاي. اده واحد. اتنين. تلاتة. تلاتة سلاسل. واحد. اتنين. تلاتة. وعند ده التكرار وهنا عمله معكم مرة كمان. واسبك وتكملوا. تلات سلاسل اعمل فيها حشو. تلاتة عمود بلفة خلفي مع بعض. حوالين التلاتة عمود بلفة من اولين دول. ادخل من وراء. لف الخيط. اصحب اصحب من حلقتين. لف الخيط اروح من العمود التاني من وراء. اصحب اصحب من حلقتين. تالت واحد ادخل اصحب اصحب من حلقتين. باقي اصحب من اربع حلقات على الابرة. واحد اتنين تلاتة تلات سلاسل. لف الخيط وعلى التلاتة عمود بلفة الجايين. واحد. اصحب من الاربع حلقات وارتفع واحد اتنين تلات سلاسل. ده اخر تلاتة عمود بلفة. ادخل عمود تلاتة عمود بلفة خلفي. غير مكتملين نكملهم في اخر ورزة. اتنين. تلاتة. اصحب منهم كلهم. اروح للتلات سلاسل اعمل حشو. تلات سلاسل. وبعد كده تلاتة عمود بلفة امامي. حاولين العمود بلفة. واحد. اتنين. تلاتة. بالشكل عندي. بيستعيب انتو. باين كده عندكم ولا? هاي بان معانا بيبانة الاناناسة هنا. واحدة بوحدة يظهر اكتر باسن الله. اخلص الدور ده وارجع لكم. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة